بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه واتبع هداه وبعد سائل يسأل ويقول هل الكلام أثناء الوضوء يبطله أم لا نقول بالله التوفيق إن الوضوء عبادة عظيمة وهو مقدمة لعباد أعظم ألا وهي عبادة الصلاة ولكل عبادة آدابها وشروطها ومنذوباتها ومستحباتها ومن أداب الوضوء الانصات حال الوضوء وعدم التكلم في غير حاجة إلا بذكر الله تبارك وتعالى وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سأنه كان يسكت في حال وضوءه ولا يتكلم إلا بذكر الله تبارك وتعالى فقد روى الإمام النسائي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حال وضوءه اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري ولقد عد الفقهاء الكلام أثناء الوضوء من غير حاجة أو بغير ذكر الله تبارك وتعالى من المكروهات نقل ذلك الإمام النووي في المجموع والإمام القاضي عياض في شرحه لصحيح الإمام مسلم وعليه فإن الكلام أثناء الوضوء لا يبتله أبدا بل ينبغي على الإنسان أن يسكت وأن ينصت وأن يذكر الله تبارك وتعالى حال وضوءه وبعد وضوءه هذا والله أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر